بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الفيديو سنحاول نرى جدول الحصيصات والحصيصات المتراكمة والترددات المتراكمة سنحاول نضبط كل مصطلحات الاشفاء إذا لدينا مثال أول وقد تكون لدينا سلسلة في القيم يعني تكون لدينا واحد قيم نزاء فيها عبارة عن قيم يعني 1 جوج 3 أربعة إذا الجدول لدينا مثال الجدول التالي يعطيه تصنيفا للمواد المدرسة بالتالثة تانوي إعدادي تسبب معاملاتها إذن الميزة هم المعاملات كان بعض المواد للمعاملات لها واحد كان المواد للمعاملات لها جوج كان المواد للمعاملات لها ثلاثة كان المواد للمعاملات لها خمسة إن الحصيص يعني هو عدد المواد مثلا عدد المواد للمعاملات لها واحد قيمة ثلاثة عدد المواد للمعاملات لها جوج وبحثنا عدد المواد جوج عدد المواد للمعاملات لها ثلاثة جوج المواد الواقع التي هي مظاماً بزؤال القيم الحصيص المصطر ومجموع منح форм الجبالphant التي تقوم يقوم في القيام الم loci يظهر الن erecting curve اذا امرنا CAL-1919 تم تشغيل حصيص المطاركم من قيم الميزة في الصغور يعني جوج زائد ثلاثة بعد unloading جوج زائد جوج زائد ثلاثة يعني خمسة ثلاثة زائد جوج تحوي خمسة زائد جوج سبعة من بمكن Shoes سبعة default نفس شيء السبعة زائد ثلاثة وعشرة الرقد وى الحاسس المتاركم الصون ي كيف من الصغار من الخمسة عن الحاسس ، أو قيمة الميزة الخصوص الإجمالي. زائد الحصيص الإجمالي ، و 3 ، ، و خارج الحصيص يتعاون قيمة الميزة الخصوص الإجمالي. الآن إذا أخذنا الرحصيص الإجمالي أن تكون هو 3 ، زائد جوز ثم أن الم Aaah ثلاثة زائد أجوز ثلاثة She było 5 ثلاثة كثيرا ثم تم بيسافة تقريبا bios ثم ينقل ب السرعة يقيم قيم الميزة 3 على 10 وهو 0.3 ثم التردد المتراكم قلنا هو الحصيص المتراكم والحصيص الإجمال إذا 3 مقسم على 10 وهو 0.3 0.3 زائد 0.7 جوج وهو 0.5 وهو الحصيص المتراكم وهو 5 على 10 وهو 0.5 0.5 زائد 0.7 وهو 0.7 وهو 0.7 وهو 0.7 0.3 وهو 1 وهو 0.4 وهو 0.7 وهو 0.10 وهو 1 بعد أن نرى المتراكة الثانية متسلسلة بالأصناف إذا متسلسلة بالأصناف تكتب على مهزة مثلا القائمة مجموعة الأشخاص حول مهزة محصورين عشر من أشخاص الحصيص هي تسعى الأشخاص إذا الجدول التالي يعطينا نتائج حول قائمة الأشخاص مصنفة إلى 4 أصناف هذا كان الصين في الأول يعني الأشخاص للقائمة المحصورة مبين 120 يعني أكبر أو يساوي 120 وأصغر قطع من 30 مثل الأعداد الأشخاص في القناف هو ثم الأشخاص للقائمة المحصورة مبين 30 يعني أكبر أو يساوي 130 وأصغر قطع من 140 للقناف 11 و 1 ثم عدد الأشخاص لقائمة المحصورة مبين و 140 يعني أنه يساوي الآن الحصيص المتاركه فقيم tema الميزق وهو والخصيص المتاركة ه A alta الق pa 90 و19 و 20 وهو الحسيس المتركين من قيمة الميزة طادق من 130 و 140 وهو حسيس المعمل أي هادا الحسيس وهو الحسيس المتركين 11 و 21 ثم 20 و 32 فهو الحسيس المتركين من قيمة ميزة طالب صنف طالب ونحن نحن 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 دور العدد والمقار أن يحصل إلى بعض المنخزين الاجمالي والحصيص الاجمالي كيف يساوي ومجموع الحصيصات الاصناف 10-11 12-12 50 ثم التردد هو الحصيص الصنف او الميزة على الحصيص الاجمالي يعني 9 مقسومة على 50 وتسعود مقسومة على 50 فهي تساوي 0.18 نفس الشيء إذا اخذنا التردد الصنف تساوي 11-11 على 50 فهي تساوي 0.40 عفوا 0.40 0.22 ثم إذا اخذنا التردد الصنف 140 تساوي مقسومة على 50 ومقسومة على 0.24 ثم تردد الصنف 150 صغر 150 ومقسومة على 0.36 ثم تردد مقسومة على الممتركين الصنف الصنف الأول يساوي 0.18 0.28 0.4 مقسومة على الصنف التردد الصنف الصنف ينفرج إذا ألقى تقديم الêuاتف الاجتماعي أكبر ١� trave ينفرج إذا أمن قد ينفع لحسس المترحين اسفة ٢ sites هو الاجتماعي السنف الذي أكبر ١٥٠٠ ينفرج إذا أرتك بالفقر السلام عليكم بالفقر السلام عليكم ورحمة الله